موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشهير نحن الآن بالملعب البلدي لمدينة مشرع بلقصيري ومن هنا سنحاول اقتفاء أثار فريق عمل بلقصيري لكرة القدم عمل بلقصيري تمكن أخيرا من الصعود من بطولة عصبة الغرب إلى القسم الثاني هوات بعدما كانت له صولات وجولات بالقسم الأول والقسم الثاني خلال سبعينيات وتمانينيات القرن الماضي إذن لنتابع حلقة جديدة من برنامجكم الشهير وتاريخ وحاضر فريق عمل بلقصيري لكرة القدم لنتابع يذكر التاريخ الرياضي المغربي أن فريق عمل بلقصيري لكرة القدم كانت له مكانة كبيرة بين كبار كرة القدم الوطنية الفريق لعب بالقسم الأول خلال تمانينيات القارن الماضي وجابها فرقا عديدة مثل الوداد والرجاء والجيش الملكي وفرقا أخرى عمل بلقصيري هو فريق يعني في الأصل فريق عريق يعني الأصل ديالو كانت أسس عام 1925 بإسم الجمعية الرياضية لبلقصيري ومن بعد كانوا مستعمرين الملكي لعبوا الأغلبية الأجانيب اللي كانوا في الفريق من بعد توقفت ذلك الاسم وفي الزيارة ديال محمد الخامي صلى رحمه مليداز وضع الحجر الأساسي لبناء المسجد الأعظم هنا سنة لنف أفريل 1947 كان عنده واحد الخيطاب اللي وجهه الساكنة يعني ديال المدينة مشرع برقصيري كان هو خيطاب سبب في تأسيس هذا النادي لأنه هو ديال في أفريل والنادي تأسس تقريباً نقل إلى 23 أو 22 مي ما وصلت تقريباً أمو من مور في أجدازه هو من هنا خدوه بصفة يعني عمل يعني خصوص الناس ينضي عمله هذا كل العمل كان عنده هدف بشي هدف عري هذا ولكن هدف للمقاومة ديال يعني التجمع ديال المغاربة كاملاً نادي عمل بالقصيري كما يعرف الجميع يرجع تاريخ تأسيسه إلى سنة 1947 إذ يعتبر من أعرق الأندية الوطنية سبق له اللاعب الأدوار الطلائية في قسم الوطني الثاني سنوات السبعينات وبداية الثمينات استطاع تحقيق الصعود إلى قسم الوطني الأول سنة 1984 حيث قارع أكبر أندية الوطنية أنا داك مثل النادي البيضاوي الجيش الملاكي والرجاء البيضاوي والرئيس هو السي والناس الله رحمه اللي هو خال ديال العائلة ديال محيي الدين الخالف يعني كانوا يتواجدوا وكانت عندهم معايلة ديالهم هنا اللي كانت تكون المكتب ديال نادي عامل بالقصيري كانوا مشتارة كما بين المغاربة والإخوان ديالنا الجزائريين ولكن كان السي والناس هو الرئيس حتى اللي عام 1952 عاد الدار رئيس مغربي والتي تبدل اللي هو المرحوم سي ميلود نقوت هو أول رئيس مغربي اللي كي يترأس على نادي عامل بالقصيري بالقصيري يعني كانت كان فريق عتيد كان جميع الفرق تتهابوا يعني يعني اللعابة من بعد من كنات انتلاقاوهم اللعابة ديال الفرق الفرق للخرى كانت تكون اللي تنفوتوا هذا تنقولوا بالقصيري نحنا اليوم خاسرين يعني في البلقصيري كانت عندها فرقام زيانة وكانت تكون الملعب مبلال وكان الملعب معها ماشي سنتيتيكاكو كان الملعب هذا كان اللعابة ديالنا تيعرفوا يلعبوا في الملعب الملعب المبلال وادا موسيقى موسيقى في 85-86 تم صعد ديال الفرق يعني سنت'sين في القسم الوطني الأول baptized 86-87 لعبنا في القسم الوطني الأول يعني هنا في بداء المشكل المادي كتتطرح في مدينة مصر عبر وقساري لأنه المجموعة اللي تمكنت باش تصعد الفارق القسم وطني الأول ما كانش خالف يعني كانوا نفس المجموعة وهذوك المجموعة وصلوا الواحد المرحلة اللاج بحال اللاج مثلا كاي اللي صافي قرر رايح بس كاي اللي قرر ما غديش يكمل كاي اللي واحد قرر صافي كاي اللي قل كان ممكن لش المستوى ديالي ممكن لش اللعب في القسم وطني الأول رغم أنه كان عندهم المستوى ولكن كان ذكر هما الرغبة ديالهم ما بغواش بحل ما بغواش يتحملوا واحد مسؤولية ديال في حالة فارق يلقوا لا يعني طاح للقسم التالي عمر بن قصيري معروف بتاريخ ديالي وأنه فارق كبير وفارق يعني معروف عن المستوى الوطني كان كاي اللي توفر على واحد المجموعة ديال المخويمات اللي كنت تجلق في اللاعبين دياله تكوين ديال هاد الفارق عام بلقصيري ما كان بلقصيري فارق عاصي ما كانوا مدراسة كيش مدراسة ما كانت مدراسة واللآن ما كان مدراسة بشكل اللي هو مذكرها اللي كانوا كان فروق الأحياء فروق يعني كان هو المموي الأول الأخير يبنسبة Totally في الفارق عاصي كان القليل وكان باللقصيري أنه حسب سكان دياله كان كان شيء قليل كان شيء معروف يعني كان لفارق ديال الأحياء كان معروفا أنه 1، 5 أو 5 أو 7 ديال فرق عاموا اللي كانوا واللعبها كان معروفا واللعبها كان معروفا للمستوى الوطني مدينة كاملة مدينة مشرع بلقصيري مدينة صغيرة تقع في غرب البملكة المغربية الشبابها مولع بالرياضة وبكرة القدم على وجه التحديد المدينة أنجبت عبر تاريخ العديد من اللاعبين والأسماء الكبيرة التي لعبت لفرق مغربية أخرى تاريخ نادي عمل بلقصيري كان تاريخ مزدهر من ناحية النتائج لأنه كما كنا نهر اللي يتأسس كان كيلعا في القسم الوطني الثالث وفي المرحلة ديال 68-69 صعود دياله من القسم الثالث لقسم الثاني لأنه أنادك كان على القسم الوطني الأول القسم الوطني الثاني القسم الوطني الثالث لقسم الثالث لقسم الثالث لقسم الثالث وتمكن ما شي صعد في 68-69 كان عنده آخر موثيم ديال العصبة ومن بين اللاعبين اللي التاحقوا كان أول لاعب اللي مشايعني الوحد فارق اللي هو فارق كبير الجيش الملكي في السبعينات رامل اللي كان نقوله الجيش الملكي كان نقوله المنتخب المغربي كان نقوله لاعبين بمستوى عالي أنه التاحق ومن أكبر يعني امتياز كان في ذاك اللاعب أنه التاحق في شهر ستة وشارك مع فارق الجيش الملكي في شهر ثمانية في كأس محمد الخامس أنادك خرجت النجوم ومن بينهم دفر الله دفر الله مصطفى المرحم دفر الله مصطفى اللي كان نعب بالقصيري من البلق صيري مشايع الجيش الملكي ومشقرة في فرنسا وتابع التدريب ورجع دره بالجيش الملكي هديرة مفخرة ليه والعائلة تولي البلاد وكان غفير عبدالطيف اللي لعب المنتخب الوطني أنادك في الجزائر من اللي كان نخسرنا في مغربي بخسر مع الجزائر فلالي في الروتور لعب تمامايا كان الأخ دياله هو عبدالكريم غفير اللي لعب في خريفقه وكان رقادي ديته هو لعب مع فرق كبرى كالنادي القنيطري وغيريها كان الرواني الرواني سعيد اللي لعبته هو في أقادير واللعب في صديقاسن كان الأخ ديالي اللي هو فهمي بوشته اللي لعب حارس أنادك في صديقاسم مع المدرب المحناك العمري كتار يدي اللاعبين وملاد المدينة وكانوا ملاعبين كسار وكانوا مسؤولين أكفاء وكانوا اللاعبين كالعب والقاميس ما كالعبوش عن المادة كانت تغيرة على السميتو وكانت تجد الفريق مكوون من ثلاثة عائلات كانت تجد عائلة غفير، عائلة سميتو دفر الله، عائلة توابي كانت تجد تلاثة الدعائم الأساسية للفريق تتكون من ثلاثة عائلات كانت تجد عائلة كبار، غافير عبدالطيف، اللي كان لسيلكسيون ديال القرقوري، اللي مدرب الحالي غافير عبد الكريم، اللي كانت تلعب مع أخر يبقى، اللي يدروها يعني مرزوق، القارديان ديالسيدي قاسم، صمورة اللي لعب مع المغرب التيطواني ضفر الله كوسكوس اللي كانت تلعب مع الجيش وكان دار مدرب ديال الجيش وحال الوقت يعني دازو هذا وحسين غافير اللي كان هداف، يعني هداف عائلة تحقص الفرصة لأن ذاك الوقت كانوا تلعب أكبار في المغرب، يعني كان يمشي اللاسينكسيون، وعلي غافير يعني هذا ولد العائلة كانت الفرقة ستكون من العائلات لعبنا في القسم الأول، لعبنا في القسم الثاني، عطينا لعبين كتار وكبار البطولة الوطنية على غيرها القرقورير، القادير، رواني، يونس جليل، الأخ يوسف وغزيف يعني عمل بالقصري معروف على صعيد الوطني أنها منبت للبطولة الوطنية كان لحب القامص وحب البيلال، ما كانش طاغية المشكل المادي، حالياً متروح مشكل المادي كبير بزاف من قبل كان اللاعب كيفرح أنه غير بس القامص دي المدينة مصر عبر القساري، وبالنوم اللي كيدخولي الأب ما كيبقاش يفكر شي حاجة خورة من غير خصوين تتاصر لأنه كيمثل المدينة هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لجميع القدمة اللاعبين 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 في مدينة مصر عبر القساري اللي كان مقوي عمل بالقساري هو أولاً الإمكانية الفردية دي اللاعبين والتضحيات دي اللاعبين يعني اللاعبين ما كاش كيهموه المال، الإمكانيات المالية بقدر ما كيهموه أن الفارق يكون في مكانة جيدة كانت ضحيات كثيرة كين من توفى في الفارق، كين من تهرس في الفارق، كين من ضحى بمستقبل دي اللاعبين في الفارق لعب الحميد دوسنا، لعب الزاكي، لعب فاراس، لعب الغويني، بوجمعاء، بوجستي لعبوا العبية كبار هنا، هذا المال عبدالقساري، وكان الفارق تقول الكريمة ديالو مع هذا الفارق الكبرى لعبنا مع هيلالناضول، لعبنا مع بركان، لعبنا مع هذا، وفي البرومي ديفيزيون لعبنا مع الراجل، لعبنا مع الويداد، لعبنا مع هذا والفارق ديالنا لعب مقابلات كبيرة خارج الميدان في الكأس، مع الشباب محمدية، مع الدفاع الحسني الجديد، الدفاع الحسني الجديد بأمان الله، بالشريف، بالجول ديالهم، بالفرقال اللي كانوا فيها شيء لعب الدولة كوب دافريك موسيقى المدينة كبيرة والفارق صغير، ولكن جمهور كثير، لدينا جمهور كثير، مثلا المقابلة، كانت تلقى مثلا تلت سلاف متفرج المقابلة هنا ديالو قصير داخل الميدان، وكانت تلقى مثلا تمانين في المئة من دوك المتفرجين يخرجوا خارج الميدان، مثلا على سبيل المثال، كميسات وقنيترا وغير ذلك من المدول المغربية. أكيد نادي عمل بالقصيري يعتبر جمهور ديالو من أكبر الجماهير التي تساند بقوة فريقها، وهذه السنة بالخصوص، الجمهور ديال نادي عمل بالقصيري لعب دورا كبيرا في هذا الصعود، بحيث كان يساند دائما الفريق، سواء داخل المدينة أو خارجها، وبفعل تدافر جهود هذا الجمهور، وبفعل تلاحوه مع اللاعبين، استضحنا تحقيق الأسفل. موسيقى أنا لسيق بالنادي عمل بالقصيري، من اللي كان في قسم الأول هوات، وصعاد القسم تاني هوات، ومن تم نادي التاريخ، وانا شان نتم عن نادي عمل بالقصيري، ولكن من اللي نادي عمل بالقصيري عمره كثيرا في كرة القادمة موطنية، ترجع بشكل كثير كثير كثير، باللجاع العصبة، ما بقيناش ترادين بهذا الوضع. موسيقى الصعود للهد العام، بكل صراحة، نحن جاء ورجعنا للصعود للقسمة الأول، الفرحة والسميتو، وهذا جاء، يعني، ما جاءش من صدفة، ما جاءش في حد ذكرها بطبيعة الحال، أي حاجة، راه مستفدوا من هذه السنين أو خمس سنين، مستفدوا من الأخطاء، مستفدوا من بزيف دير الأمور اللي مكنناش، كانت أضافة دير جهود دير المجلس الجماعي، والمكتب المصير، وجميع الفعاليات الجمعوية بالمدينة، إضافة بالطبع إلى العمل الكبير الذي قام به المدرب المقتدر السي محمد القرقوري، الذي أبان عن كفاءة عالية في إدارة جميع مباريات الفريق هذه السنة. هذا الصعود لا نعتبره هدفاً في حد ذاته، بقدر ما نعتبره الخطوة الأولى في سبيل استرجاع الفريق لطريقه ولتاريخه. إذا كان الفريق عمل بن القصيري قد أنجب العديد من اللاعبين الكبار، فإن محمد القرقوري أبرزهم. اللاعب جاب العديد من الملاعب وحمل الألوان فرق أخرى قبل أن يعود مدرباً ليقود فريقه الأم. عمل بن القصيري إلى الصعود إلى القسم الثاني هوات في الطريق إلى استعادة بريق هذا الفريق الكبير. كان هناك الصعود في الموسم، لم يكن أشعر كيف يصدفون، يوجد تحيي، يوجد نضباط، يوجد أخلاق وسلوك من مجموعة اللاعبين، يعني استضافر مجهودات كل شيء للمجلس البلدي، للمجلس الإقليمي، للسيد العامل، كانوا يعني غيطاء الدفاع من أجل الصعود للقسم الثاني. كان هناك السكنة المسرع بالقصيري بهذه المعلامة، بهذه التيران الجميل، لساهم توا كان عنده واحد تير كبير في الصعود، وما كانش هدمال على هذا، بهذه الجواد هذا الشيء، كان هناك نتجة ما كانش غدا تحقق، وبهذه الطاقة التقنية سمع النقاق المقتدر، ولا بجميع الفعاليات، وخصوصاً اللي قدمت دعم الكثير للمجلس البلدي، ولا سلطة المحلية، ولا الجمهور. موسيقى وموسيقى في موسيقى من المسورة، في موسيقى حسناً، أصبح قدرنا في شهر 7 وعندما أعرف أن تدابت في الأول وكانت تتيران ما زال ما تحلش لنا مويم كانت المعاناة المدرب جاء عرفت شنو ناقص الفارق دائما كان عندنا فارق ولكن ما كانش عندنا العقلية ديال الصعود فهو جاء متصص تلك الضغط اللي كانوا دائما لعبك يعاني والضغط هو أخذ الضغط هو اللي كان في الواجهة كان كيلعب كورة عصرية حديثة شيء طابعي لأنه لعب مستوى عالي لعب مع فرق كبيرة الجيش الملكي تحط تانجال ويداد الأسفي يعني عنده جريبا راكم جريبا لعب مع مدربين كيبارس كيتيوي فاخير الفارق اللي في هذه العصبة تقريبا 6 سنوات هو كيبارس في العصبة لعب بالبارس تقريبا واحد جمعات ما جمش الله تيستير للزاميل اللي كان قبل من نيتا وأنسيان جور واللي كان شهد الفرقاسي حمد الرواني تحوى دار العمل ديره ولكن لا ريوسيز كتبقى في الأخر من عضلاء الزواجة لما كانش فعالية في الأخر الطيلاقات اللي كانت بالقصيرة من هنا في 98-97 لعبت عامين في الفارق كنت ساعة أنا داك كان برميار أماتور مشيت الويداد كانت تباع بادر قادوري ومشيت كاري أرغوش الويداد كانوا تبعوني وشافوني من بعد الويداد دوزت مع موحد السنة اللي كان شوية صعبة تاني في الويداد يعني من الهوات تبشي الويداد آندا كانوا لاعبين متميزين مثل أبرامي بن شريفة بوجمع قصار برتباوي بن الشيخ فاصيلي كانوا لاعبين كبار يعني بشيت ما بس كيستيون دي الله دارتاسي بس أدارتها معدل المجموعة حسنا الليل كانت بدأت صعبة بن شرقين في 2001 مشيت شباب محمدية مولن دفيزيون انقلت يجرى العبين كبار مشيت لعبت حمد الله دوس واحد العام مزيدنا معهم تكلّاسينا رابعين في محمدية وفي محمدية تنتهي في طانجة كانت محمد فاخير قدرت مقابلة جيدة ضد الإفار فى الساعة عام كوبدافريك ويسرنا في نجم الساحل ومشالينا في 2007 من بعد ذلك دوست عامين ديري فليفار بشيت الأسفيل اللي طولت فيها شوية أسفيل اللي عند وحد وقعتين خاص ليا أنا لعب فيها تقريبا 1-5 سنين ونصف ما من بعد ذلك من أسفيل بشيت المسيرة دوزيام ديفيزيو شباب المسيرة لعبت وحد العامين في 2014 تقريباً أهل 2015 سالة الكارير ديالي كيفما باقي اللاعبين كتسالة الكارير ديالي كفوتبالور كتسالة الكارير دياليال تدريب ندرت الفورماسيو الحمد لله في معمورة حزت على ديبلومت دي والسي والبي في 2015 كان عندي البنش سوان يورو الإخوان مشكورين من البر جنود خافاء كيف يجيبوا لي التالز يعني الماساج حيث تقريبوا الناس وغيبوا يحملوا جانبات كيفما نقلوب تساويل في النقاط من هدفت قمت باقي حدود 8 مواد ماركة 30 لبر جنود لذلك يحسن دفاع وهجوم وفارق متكامل ولم ننسى الدعم الذي كان لدينا كبير هو الجمهور الثاني الجمهور الضواء والجمهور الذي يفهم في القرى الجمهور بالقصيرة والجمهور الذي يفهم في القرى وعائش الأجواء الأجواء والراجاجات هنا والويدات هنا يعني عائش عارف كما قلت لك كيف يفهم في القرى لذلك كانت دعمه ونساجة الإخوان المكتب مصير قدموا لنا أو رئيس المجلس البلدي سينادير أو إخوان المكتب مصير وفروا لي الدورة في العمل صراحة الله يعني هي منذ ما رأسيك يكمل شيء أصب العصبة سأخرج منها خصك يعني خصك تكون خصك تفاق بكرية شي يقولون يعني فيها بزاف ديال ده وفيها الباراج فيها ما زال من تتلعب تتكلا صلونا وتتطلعت تتكون سهلة لكندي ولي فيها باراج يولي فيها ده ولي فيها منتدعي بالدرية في المستاوى لا أتبارك الله أنا أتبارك الله أنا أخبر دنيا أنا أخبر الدور لي لنعبوا المدرية اسم لحمد القرقوري احنا رح نعلم من البدايات الموسم التي تبدأ له بشيكون هو المدعب الأكبر لصعود الفارغ إلى قسم الهوات وبالفعل أبانا عن حنكة كبيرة في إدارة جميع مقابلات هذا المرسيم وأثبت بالملموس أنه مدرب كبير أعطى الشيء كثير للفريق كلاعيب اليوم أعطى أكثر كمدرب فباسم المدينة وباسم الجمهورة للفريق نشكر هذا المدرب المقدر وتنتمنه له مسيرة مغفقة في مصار المهني إن شاء الله إذن مشاهدنا كرام حلقة اليوم من برنامجكم مشاهير تتواصل من هنا من مشرع بلقسيري وتاريخ وحاضر فريق عمل بلقسيري دائما مع مدرب فريق بلقسيري بفريق بلقسيري لسعدة العام إلى قسم الهوات يعني كان سنين هو في قسم الثالث يعني القسم في عصبة على مستوى العصبة يعني أرضت له الاعتبار شوية يا سي محمد يعني الاعتبار ديال الفريق عمل بلقسيري هو في القسم الثالث يعني إن شاء الله ولكن كخطوة مهمة الحمد لله استطعنا نخرج من ذك نافق بهذا التعبير يعني هذا العصبة هذا وعالم بوحده يعني خصك تكلاسه في تنلول وكتسن الباراج لعبه خصك تكلاسه في تنلول يعني في حداتوره إنجاز ولكن المكان الحقيقي للعمل بالقسيري هي على الأقل في الجروب مو إن شاء الله إن شاء الله هذا مستقل هذا طموح كتسعى ولك مشتحقه ولكن في هذا الملعب هذا عانيته لعبته واني مجموعة منبرايات كبيرة حولته يعني من هنا كانت لقادية كنت كلاعي ولكن من هنا صعدتي الفريق لدخلتي البهجال بالقسيري يعني بالقسيري الأخ بجيد يعني كيزخر بالمواهب دونك الانديكاب اللي كان عندنا في المدينة هو الملعب أنا أسبق لي ولعبت هنا كان مزال الارتيفيسي يعني حديد العهد يعني هذه السنة هذة تصايب التيران كنا كلعب هنا كان تراب ويعني مشكلة من كتحشت هنا ويعني كيولي تيرانا يعني يعني عبارة عن الضاية دي الماء يعني بيرك مائية لنك عانينا وعانينا شيء كتير في هذا الملعب هذا للك عليها الفرق كان تطول بزاف في الهوات لنك دالعام كنت صايبنا التيران يعني كنت لك اللي كان عندنا الملعب مني تصايبنا الملعب لذلك المواهب التي قلت لك استطعت تبيع ذلك البرودوية تبيع المؤهلات ديالة نعم تبيع المؤهلات ديالة وتجوى معك اللعابة يعني ذلك اللعابة التي تبقى لك لذلك الحمد لله على هذه الملعبة كان فال خير علينا والحمد لله استطعنا فيها نتقلقوا فيها مع رفقة اللاعبين وحققنا فيها السعود وعمل بالقصير إن شاء الله رحمه الرحيم سأقوم بخطتها بالأمام وكان نقول أنا ذا بالقسم اللي غي يطلع لي يحاول إن شاء الله يزيد باش يستمر في القمة دياله الظروف نتوفرها لك نتابس باش ترجع شوية الباريق ديالة فيما يخص هذه السنة هذه الحمد لله كانت الظروف مواتية يعني المكتب الموسي يرقام بواحد مجهود جبار رغم كانوا بعض الإكرهات من كتبوش كانوا كان بعض الإكرهات ولكن الحمد لله الطموح كان كتر والطموح كان كتر ديالنا استطعنا كين وعود الحمد لله الموسي من المقبل إن شاء الله رحما رحيم غدافر الجهود اللحقاش كي قلتي أمني كتزيد القسم يعني كي طلع لوريت بزرر ديالحويجات يعني خصاك تحييي توجد بصحة وثيكون بريباراتي جميع تنظر الجمهور كان عنده دور كبير محمد في صعود ديركم الجمهور عندكم اللاعب رقم واحد هنا ماشي اللاعب رقم 12 كيف ما قلتي أنا كان عز الكلام دي الجمهور هو الرقم واحد يعني صور نقول لك بعض الحويجات اللي كان لعبوا في العصبة واللاعبين والجمهور كيقتاني التداكير وكيدخل دوق هاته ما كتشوكوشت بعد الملاعب لا ذكر الفرق مع كامل احترامات الفرق كتلقى جنابة دخول مجان بالمجان وما كتلقى جمهور حنا كيقطع الجمهور وكتلقى جنابة ممتلئة هذا علش كيدل كيدل بأن هذا الجمهور اللي وفي الفرق دياله وكيبغي الفرق دياله وكان من ركائز أساسية بس حقناة صعود يعني كان الدعم دياله لا مشروط لداخل ولا خارج الميدان حتى خارج الميدان كيجيبنا الله بحالي لعبين في البلاد ديالنا دونك الجمهور كان فعال وفعال اسمحا أنت أنت كنت فعال سواء معي في الحوار أو كذلك مع الفريق ديالك شكرا جزيلا لك تصرفت بالصدافة ديالك برنامج مشاهير شكرا شكرا الموجود شكرا للصداف تيكنيك ديالك شكرا سي محمد القرقوري مدري فريق عمل بلقصيري بدوري أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى حلقة المقبلة بحول الله في أمن الله شكرا